مفاتيح نجاح جماعات وفرق العمل وأسباب الفشل أولاً مفاتيح نجاح جماعات وفرق العمل اعتبار الأداف الشخصية وأهداف الفريق على نفس الدرجة من الأهمية مع مراعاة عدم تداخل الأداف الشخصية مع أهداف الفريق تفاهم أعضاء الفريق لأهدافه والتزامه بها العمل في جو مريح وغير رسمي وإشعار الجميع أن المنافسة الفردية غير مقبولة تشجيع الاتصالات التلقائية والمشاركة وقبول الآراء المتباينة سيادة الاحترام والتعاون والبناء على أفكار الآخرين والتوصل إلى حلول يفوز بها الجميع إحلال الثقة مكان الخوف يؤدي إلى تقبل المخاطرة والتعبير عن المشاعر بلا حرج اعتبار الاختلاف في الرأي علامة صحية بهدف طرح أفكار جديدة والبحث عن أرضية المشتركة تحسين الأداء باستمرار ومراجعة النتائج والميل إلى التجريب تبادل القيادة بين الأعضاء مع عدم السماح بهيمنة أي عضو اتخاذ القرارات بالأغلبية وبتأييد من الجميع ثانياً أسباب فشل جماعات وفريق العمل تخلي الإدارة العليا عن دعم الفريق التركيز على العمل وإهمال العلاقات الإنسانية بين الأعضاء عدم انضباط الأعضاء وتهربهم من تحمل مسؤولية ما يقومون به زيادة حجم الفريق وعدم تنظيم العلاقة بين الأعضاء ضعف القيادة الداخلية أو الخارجية فشل المنظمة في استغلال جهود الفريق تركيز الإدارة العليا المركزية أكثر من زرع روح الفريق ترجمة نانسي قنقر